استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطع غزة جواً وبراً وبحراً كما تعرضت أحياء الصبرى وطل الهوى والدرج بمدينة غزة إلى قصف مدفعي مكثف مخلفاً عشرات الشهداء والإصابات اليوم الحادي والأربعون بعد المئة وما زال عداد الضحايا مستمراً في إحصاء الشهداء والمصابين والأمهات الثكالة على مسمع ومرأة من العالم أجمع دون أن يتحرك أحد من الدول الغربية الداعية أو قل المدعية للحرية والإنسانية لوقف آلة القتل الإسرائيلية الوحشية فها هو العدوان الغاشم على غزة يتواصل من قبل قوات الاحتلال بعدما جوعها وحاصرها براً وبحراً وجواً في سلسلة غارات لطائراته استهدفت منازل حي الزيتون حيث ما زالت سيارات الإسعاف تواجه صعوبة بالغة في نقل الجرحة وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف الذي لم يسلم منه الأطفال والرضع كما تعرضت أحياء الصبر وتلي الهوى والدرج النصيرات والبريج ودير البلح وسط قطع غزة إلى قصف مدفعي مكثف مخلفاً عشرات الإصابات والشهداء واستمراراً لانتهاكاتها التي فاقت وعي الإنسانية تواصل قوات الاحتلال انتشارها في محيط مستشفيات قطاع غزة لكي تمنع الوصول إليها مع استمرار احتجاز التواقم الطبية لكي تكتمل المأساة بتفاصيلها من منع لدخول المساعدات إلى حصار وتجويع وتشريد واستهداف للأطفال والنساء والمرضى في الشوارع ومحيط المستشفيات ليتابع العالم بمرء العين صور جثامين شهداء لم تعد تستوعبهم ثلاجات المستشفيات فاضطر الأهالي إلى وضعهم في الشوارع لحين دفنهم في مشهد دام لم تشهد الإنسانية مثيله من قبل الله أكبر